هذا وأكد سمو الشيخ منصور بن زايدان الهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس دوال الرئاسة اليوم أن يوم العلم مناسبة نجدد خلالها عهد الانتماء والولاء للوطن وقائده ومواصلة العمل لبناء مستقبل مزدهر وواعد لبلدنا جاء ذلك خلال رفع سموه وعلم الدولة في الحفلة الذي أقيم في قصر الوطن وانطلق برفع سمو الشيخ منصور بن زايدان الهيان لعالم دولة الإمارات خلال عصف السلام الوطني ليرفرف عاليا على سرية قصر الوطن وقال سموه نرفع علم الإمارات فخرا برمز وحدتنا واعتزازا بما حققه وطننا تحت رايته في مسيرته المباركة يوم العلم مناسبة نجدد خلالها عهد الانتماء والولاء للوطن وقائده ومواصلة العمل لبناء مستقبل مزدهر وواعد لبلدنا